مؤشرات مثيرة للقلق تدور حول وباء كورونا في اليمن أخطر هذه المؤشرات تتصل بالتحذيرات الأممية من مجاعة محتملة في حال فرضت السلطات إجراءات اخترازية تشمل التباعد الاجتماعي وتتصل كذلك بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الثمانية والثلاثين المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الأعداد في تزايد مستمر وتتجاوز وفقا لتقديرات المنظمات الدولية الأرقام المعلنة من جانب السلطات الصحية التابعة للحكومة الشرعية حيث تفيد أحدث هذه الأرقام بأنها تجاوزت مائتين وثلاثا وثمانين إصابة مؤكدة وخمسا وستين حالة وفاة وإحدى عشرة حالة تعافي أرقام لا تشمل الكتلة السكانية الأكبر التي تعيش في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في وقت يتفاقم فيه الوضع الوباء في صنعاء في ظل تكتما لا يمكن فهمه من جانب الحوثيين بشأن الأعداد الحقيقية للمصابين فقد الكادر الطبي حتى اللحظة عشرين طبيبا من العاملين في الجبهات المتقدمة لمواجهة فيروس كورونا عدد من هؤلاء توفوا بصنعاء في مؤشر على صعوبة الوضع الصحي الناتج عن استشراء وباء كورونا في المدينة يضاف إليهم عشرات الشخصيات العامة التي فقدت حياتها جراء هذا الوباء عشرون بالمئة هو معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وهي نسبة تصفها المنظمات الدولية بأنها عالية جدا قياسا بالمعدل العالمي ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن يعبر عن اعتقاده بأن اليمنيين يموتون في منازلهم دون رصد إصابتهم وربما ينقلون الفيروس إلى أحبائهم مما يجعل من جائحة كورونا أزمة تضاف لأزمات البلاد كالحرب والمجاعة والأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا وحم الضنك محذرا من مجاعة قال إنها ستضرب ملايين اليمنيين حال فرضت السلطات التباعد الاجتماعي لأنه سيصعب على الناس كسبقوت يومهم